موسيقى رحبت موسكو بقرار المعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جونيف ثلاثة نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتلوف توقع في تصريحات صحفية أن تكون مفاوضات السلام بين الحكومة السورية ومؤثلي المعارضة في جونيف مفاوضات غير مباشرة تفاصيل أفاح حول مفاوضات جونيف مع أحمد النائمي وافقت المعارضة السورية على الذهاب إلى جينيف بعد مشاورات ماراثونية في الرياض صاحبتها ضغوطات كثيرة للذهاب إلى جينيف بدون شروط وتوجه وفد يمثل المعارضة إلى جينيف اليوم لاختبار نواي الحكومة السورية بشأن تطبيق إجراءات إنسانية طالما طالبت المعارضة بتحقيقها كشرط للمشاركة في المفاوضات بحسب تصريحات المتحدث باسم المعارضة السورية وأكدت المعارضة السورية أن ذهاب وفدها إلى جينيف سيكون للقاء المبعوث الدولي ستفاندي مستورا وليس لبحث العملية السياسية مع وفد الحكومة السورية وكانت المعارضة السورية رفضت في وقت سابق المشاركة في المفاوضات إلا بعد أن تقوم الحكومة السورية بفك الحصار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن المخاصرة وغللت موافقتها على المشاركة بالمفاوضات بعد حصولها على ضمنات أمريكية ودولية بأن تتم المفاوضات وفقا لجينيف واحد وما أن أعلنت المعارضة عن موافقتها المشاركة في جينيف حتى جاء ترحيب من الرياض وواشنطن التي وصفتها القرار بالمهم وجددت وزارتها الخارجية في البلدين التأكيد على مطلب المعارضة بضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254 من قبل جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات بما في ذلك فتح ممرات إنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا وبدأت المفاوضات أمس بلقاء بين ستافان ديمستورا والوفد الحكومي السوري الذي يقوده السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري وتوقع ديمستورا أن تنطلق المخادثات مع وفد المغارضة يوم غد ومن المنتظر أن تبدأ باجتماعات تحضيرية وكان ديمستورا قد حدد مدى واسعا لمفاوضات جينيف ثلاثة يصل إلى نحو ستة أشهر مشيرا إلى أنها ستبدأ منفصلة مع وفدي الحكومة والمعارضة كلا غلاحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا